السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم الأنشطة النحوية نائب الفاعل عندنا إقرأ ولاحظ في شجرة صغيرة بني عش جميل وقرب تلك الشجرة أكبر منها متعاليا مغرورا بضخامتها كانت لا تسمح العصفير ببناية عشاشها فوق أغصانها لكنها رأت الببغاء صاحب اللون الجميل فطلبت منه أن ينقل عشه إليها ورتض غارة الشجرة المتعالية من الشجرة الصغيرة وقررت التخلص منها اقتلعت الشجرة الصغيرة وألقت في الغابة رأى الببغاء ما حل بالشجرة وعشه حزن كثيرا وقرر أن يعيد كل شيء كما كان سعى عند بعض الناس الطيبين فغرست الشجرة وبناء العشف من جديد تكون الجميل الفعلية من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل يبنى الفعل للمعلوم إذا ذكر طاعله وأبني المجهول إذا لم يذكر طاعله يبنى الفعل الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره ويبنى الفعل المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره عندنا استخرج الجمل الفعلية المبنية للمجهول من النص السابق بني عش جميل وألقيت في الغابة اقتلعت الشجرة الصغيرة وغرست الشجرة أما هنا المبني للمجهول عندنا بني العش اقتلعت الشجرة الصغيرة وغرست الشجرة عندنا هنا اقتلعت الشجرة الصغيرة اقتلع الرجل الشجرة الصغيرة غرست الشجرة غرست طيبون الشجرة طبعا نلاحظ هنا أن المبني المجهول قد حذف منه المفعول به حذف منه المفعول به يسمى الاسم نائب الفاعل عندنا هنا نائب الفاعل الحركة العرابية الاسم نائب الفاعل هي الضمة طبعا عندنا نودية العاصفة العاصفة هي نائب فاعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة اقتلعت الشجرة الشجرة هي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره عندنا هنا نائب الفاعل طبعا واسم محل يحل بعد الفعل مبني المجهول ويكون مرفوعا ويبكي في محل رفع عندنا هنا استخرج من الفقرة السابقة عندنا الجمل مبنية المجهول شقة لأفلاج عمان تحفر قناة لها في بطون الأودية فتسقى البساتين الفاعل البساتين والقناة والأفلاج عندنا هنا قال تعالى في هذه الآية عندنا نائب الفاعل هو الأمر تفدى الأوطان بالأرواح الأوطان صممت القلاع في مواقع استراتيجية عندنا القلاع طبعا جميع هذه الجمل هي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وبكذا انتهينا من هذا الدرس احتمنى ان نشوف هذا الفيديو لطلاب الصف السادس لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو وشكرا لكم